خلينا متفقين ان مفيش جواز من غير مشاكل يعني مهما كان الاتنين بيحبوا بعض مش هيقدر يتكيفوا مع اختلافاتهم بعد الجواز وايه اللي يخليهم يتكيفوا مع اختلافاتهم بعد الجواز ان يبقى في رصيد بينهم والرصيد ده بيبقى في بداية مراحل الجواز في بداية اول سنة جواز على اقل يعني ازاي نبني رصيد يسيب اثر طيب بين الطرفين وتبقى حياتهم نجحة طيب لو ما فيش رصيد كافي يسحبوا منه ايه اللي هيحصل في الوقت ده شهيك حياتك هيجي بعد فترة صغيرة جدا يقولك وعفوا لقد نفذ رصيدك طيب ازاي نبني الرصيد ده اننا نعرف حاجات كتير قوي اولها ازاي نتكلم مع بعض تاني حاجة ازاي نهندل مشاكلنا مع بعض تالت حاجة ازاي نفهم بعض يعني لازم نبقى فاهمين بعض كده حتى بلغة العيون انتو فاهمين انتو فاهمين لما بيقى فيه واحد يجي يقول ايه بمجرد ما جوزها بيبص لها بتفهموا عايز ايه عارفين او بمجرد ما امراته مثلا بتبص بيفهم بيفهم هي عايزة ايه بيبقوا فاهمين بعض من غير ما يتكلموا ويعرفوا ازاي يقدروا بعض لازم يا جماعة نبني رصيد كويس جدا بنا في اول مرحلة الجواز علشان نبني علاقة نجحة ونكملة ان شاء الله اشتركوا في القناة